السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات للسداد لمباراة التعليم او امتحان المهني حلقة اليوم بعنوان التخطيط نحن نعرفه اولا ما معنى التخطيط يعني مفهوم التخطيط التخطيط هو عبارة عن مجموعة من الطرائق والتصاميم والمناهج والاساليب التي يلتجئ اليها المدبر او المخطط من اجل تحقيق مجموعة من الاهداف والغايات على مستوى البعيد والمتوسط والقاريب اذا انطلاقا من التعريف كنسنجون التخطيط هو عبارة عن ماذا هو التفكير المسبق فيما يجب عمله لتحقيق اهداف معينة اذا فالتخطيط كذلك هو عملية تسبق التنفيذ اذا قبل ان ننفذ مثلا شيء ما يجب ان نخطط كذلك فالتخطيط هو عبارة عن ماذا هو وضع خطة من اجل الوصول الى الاهداف المنشودة كذلك نستنتج ان التخطيط وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة اذا هذا معنى التخطيط اذا التخطيط هو هي مجموعة الطرائق والتصاميم والمنايج والأساليب التي يلتج عليها المدبر والمخطط من اجل الوصول الى الاهداف المحددة ثانيا اهمية التخطيط من اهمية التخطيط ان يجعل عمل التدريس ذات معنى اي ذات قيمة ويجعل عمل التدريس لها دو جدوى يجنب المدرس العشوائية والارتجال فمثلا الاستاذي لم يدرش التخطيط مثلا ديالو قبل الوروج الى حجرة الدرس فهو كيطحفه في العشوائية والارتجال اذا ما كيعرف شنو كيقدم شنو كيأخر كيطح في العشوائية والارتجال داخل الفصل يحدد ويغضح الكفايات المنشودة والأهداف التعلمية المرتبطة بها مدنا عدنا شي مقطع تعلمي او وحدة تعلمية اذا كيحدد لك الكفايات والأهداف من هد من هد الوحدة يضمنوا الاستخدام الأمثل للموارد والاستراتيجيات كذلك يساعدوا على تدبير الوقت والاقتصاد في الجهد ما كيضيعش الاستاذ ما كيبقاش كيضيع الوقت بزاف كي يعرف شنو كيدير داخل الحصة مثلا الدرس لو أقدر فيه مثلا ساعتين الى ما كنتيش دير عملية تخطيط ديالك فتقدر تديره مثلا في ثلاث ساعات يوفروا الأمن النفسي للأستاذ والمتعلمات والمتعلمين على حد دين سواء كيف ذلك فبسبب الأستاذ يدخل داخل حجرة الدرس مرتاح إذن يكون دير ضيج الابلون والأهداف دياله وراسم الخطة ديال الدرس كيف غيم شي فما يتحش في بعض المشاكل كالعشوائي والارتجال داخل حجرة الدرس كذلك يوفروا الأمن النفسي للمتعلمات والمتعلمين إذن التلاميذ كيف يقوله عارف الأستاذ المنهجية ديال الأستاذ ومنهجية العمل دياله إلى آخره لتنشر التخطيط الفعال يجب أن يكون مارينا ما معنى مارينا أي قابلة للتعديل فمثلا مجموعة من الامتحانات كانت برمجة هذه السنة فقد تم تأجيلها بسبب مثلا الجائحة ديال كورونا إذن فالتخطيط يجب أن يكون مارينا أي قابلا للتعديل كذلك يجب أن يكون واقعيا معناه أن يكون قابلا للتطبيق كذلك يجب أن يكون أن يحدد أفضل استراتيجيات والإجراءات المناسبة لتنفيذ الخطة إذن نبغينا ندره مثلا نفضو شي خطة لكي يكون تخطيط فعال خاصنا نسيب لي الاستراتيجيات والإجراءات المناسبة يشمل كل جوانب العملية التعليمية التعلمية كذلك يغطي فترة زمنية معينة إذن مثلا واش أسبوع واش سنع واش إلى والشهر إلى آخره إذن لا بد أن يكون التخطيط أن يغطي فترة زمنية معينة كذلك يتيح تقويم جميع الجوانب المرتبطة بالخطة رابعا أنواع التخطيط إذن لدينا تخطيط قصير المدى معناه أن تخطيط قصير المدى والتخطيط الذي يغطي مثلا حصة دراسية أو مقطع تعلمي إذن يسمى التخطيط الأسبوعي أو اليومي إذن هذا التخطيط قصير المدى كذلك تخطيط متوسط المدى والتخطيط الذي يغطي المدى فترة زمنية متوسطة مثلا كوحدة تعليمية كالنوع التالت وهو تخطيط طويل المدى هو التنظيم السنوي مثلا المقرر الوزاري كيكون كيحدد لك برمجة ديال تعلمات النظام الانتحانات الى اخيري خلال السنة إذن لدينا ثلاث أنواع كين تخطيط قصير المدى متوسط المدى وطويل المدى خامسا سنرى تعريف جدادة الدرس فجدادة الدرس عبارة عن ماذا عبارة عن تخطيط لإنجاز الدرس هي وثيقة طربوية عبارة عن صفحة بطاقة أو بضع صفحات يخطط فيها الأستاذ عنوان درسه وتاريخه والمستوى الدراسي وأهدافه وأهم الأنشطة التي سينجزها مع تحديد الوسائل وإجراءات التقويم وما إلى ذلك من كونات أساسية تقدم بشكل مختصر وواضح وفق تصميم هندسي متماسك إذن الجدادة هي التخطيط المسبقة لدرس معين أي مقطع تعليمي إلى آخر كي وضع فيه الأستاذ مجموعة من الأشياء اللي غاد نشوفها في الفيديو دور جدادة الدرس من بين الأدوار دير جدادة الدرس عقلنا نتعمل الأستاذ وتجنبه الارتجال والتردد أثناء بناء الدرس إذن كما قلنا يتجنب الأستاذ العشوائية والارتجال داخل الفصل تقدم لمدرس صورة عن سير الدرس إذن تقدم لي كيفاش الدرس غيمشي خلال مثلا المدة الزمنية المحددة كذلك تمكن المدرس من التحكم كما وكيفا في المعارف التي يقدم المتعلمين والمهارات التي يسعى إلى تنمية لدى المتعلمين خامسا عفوا سابعا هنشوف هنا تصميم بطاقة بيداغوجية إذن هنشوف جدادة فالجدادة تروس الجدادة قد تكون مجموعة من العناصر إذن قدر المادة مثلا الفيزياء والكيميا قدر الجز الكهرباء المواد إلى آخرين المؤسسات الأستاذ مدة الإنجاز المستوى والعدادي مثلا إلى آخرين وتأتي العنوان ديل الدرس كتجي كتدير المكتسبات القبلية أهداف الدرس والكفايات المستهدفة كتدير واحد وضعية ديل الانطلاق يعني واحد وضعية مشكلة للدرس من بعد كندر تفصيل الدرس كندر المقاطع الدرس يعني مثلا أولا كبيرة وأولا صغيرة إلى آخرين كتدير مقاطع دير الدرس كتحدد المعارف والمهارات من الدرس كيكونوا دائما في توجيهة التربوية كتدير الأنشطة التعليمية التعلمية يعني نشاط الأستاذ ونشاط المتعلم يعني نشاط اللي غد يقوم بالأستاذ نشاط المتعلم لبناء التعلمات والوسائل الديدكتيكية اللي غد يتحتاج وقدر تقويم يعني التقويم ما تلغ تدير سواء تشخيصي أو تكويني إلى آخره إذن شكرا على حسن تطبعكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله موسيقى